في آخر تصويت للبرلمان الأوكراني أجمع النواب على إعادة نشر قوات من الجيش على الجبهة ومواصلة الثعبية بعد أن حذرت أحدى القيادات الأمنية من أن القوات الروسية الدائمة للانفصاليين شرقية أوكرانيا زادت بشكل ملحوظ من نشاطها العسكري ويقول رئيس مجلس الدفاع والأمن هذا استئناف للهجمات بشكل مكثف من العدو والتقدم للمتمردين والقوات الروسية ما يؤدي إلى حرب واسعة النتاق قريا وفيما تنشر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي المئات من ملاحظيها شرقية أوكرانيا بهدف إحلال السلام اتفق زعيمة كازاخستان وأوكرانيا على إجراء محادثات بشأن النزاع في أوكرانيا بمشاركة زعماء روسيا وفرنسا وألمانيا نهاية الشهر الحالي في العاصمة أستنى ميدنيا يقول الانفصاليون الموالون لروسيا أنهم استولوا على المساحة المتبقية من مطار دونتسك ميدنيا ميدنيا ميدنيا